وزي ما قلت لحضراتكو دايماً حنتكلم على المباراتين سواء مبارات منتخبنا الوطني الأول أو مبارات منتخبنا الوطني الأولمبي في هذه المهمة القومية الحقيقة اللي بيؤديها منتخبنا الأولمبي بشكل رائع جداً حتى الآن ست نقاط من مباراتين إن شاء الله النهاردة نصل لنقطة رقم تسعة وما نشوف بقى الأداء النهاردة هيبقى عامل إزاي وكيفية عمل الروتيشن من قبل الكابتن شوئي غريب في هذه المباراة ناخد جرافيك أيضاً منتخب مبارات منتخبنا الأولمبي أمام منتخب الكاميرون كأس الأولم الأفريقية تحت 23 سنة المجموعة الأولى النهاردة الخميس 14 نوفمبر 2019 منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ومنتخب مالي أيضاً سيلاقي في نفس التوقيت منتخب غانا أيضاً في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى باقي مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية الجمعة هتبقى بكرة إن شاء الله 15 نوفمبر 2019 منتخب نيجيليا سيلاقي منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب كوديفور سيلاقي منتخب زنبيا المجموعة دي مشتعلة للغاية جدول ترتيب المجموعة الأولى مصر في المركز الأول ويكفيها كده كده الحمد لله وصلنا ولكن يعني يكفينا التعادل لتصدر هذه المجموعة ثم الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط ثم غانا في المركز الثالث بنقطة وحيدة وخروج منتخب مالي واحد من أهم وأقوال منتخبات في هذه البطولة ولكن خرج بعد المبارتين ويأمتلك من النقاط ولا نقطة المجموعة الثانية زي ما أقول لحضراتكم مجموعة صعبة جدا جنوب أفريقيا فيها المركز الأول بأربع نقاط نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط كوديفور في المركز الثالث بتلاث نقاط أيضا وزنبيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة ولكن عندها أمل كبير إن شاء الله في أن هي تصعد على حسب بقى المباراة تحت بقر ده جدول ترتيب المجموعة الثانية أما قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي وأسامة جلال والجزار وأحمد رمضان بيكام ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العرائي أما خط الوسط أكرم توفيق وغنان محمد وعمار حمدي وناصر ماهر ومحمد صادق خط الهجوم رمضان صبحي إمام عشور عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر مانسي كابتن شوئي غريب مديرا فنيا لمتخبنا الوطني الأولمبي